حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة واحدة حج معه جل أصحابه إلا من منعه مانع وكان من أولئك امرأة أنصارية هي أم سنان لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لماذا تحج معنا قالت كان لنا جملا أحدهما حج عليه زوجي والثاني جعلناه في أرضنا فأحب النبي الكريم أن يواسيها ويواسي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي الحمد لله على هذه النعمة